العنف الموجه ضد الأطفال موضوع ندوة دراسية من تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان وحركة الطفولة الشعبية لتسليط الضوء على الاتساء المتزيد لظاهرة العنف ضد الأطفال ونعكاساتها السلبية وإغناء النقاش حول دور المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية في مناهضة هذه الظاهرة البرنامج في محاور كثيرة تتعلق بالاتفاقية الدولية لمتعلقة بالأطفال وكتعلق كذلك بالتنشئة الاجتماعية وكذلك بالقوانين المغربية متعلقة بالعنف ضد الأطفال اختارنا هذا المحوار الأخير لأننا نهدفه كذلك إلى ملاءمة الشريعات المغربية مع الاتفاقيات الدولية وتم تقديم دراسة للأمم المتحدة حول العنف ضد الأطفال ومناقشة مجالات ملاءمة القوانين الوطنية مع التزامات المغرب الدولية بهذا الخصوص هناك مقاربات متعددة مثل المقاربة التربوية والمقاربة الحقوقية ولكن الهدف هو أن نمر إلى المرحلة التي لا يقوم بها في إطار تحسيس والتعبئة ولكن نمر إلى المرحلة المناهضة وبالتالي تعبئة مختلف الطاقات من أجل إصدار هذا القانون لجرم تعنيف ضد الأطفال لسيما أن الاتفاقيات الدولية حقوق الطفل في مقتل الفصول لها ستتنص على مناهضة العنف ونحن موقعين على الاتفاقية المقاربة التربوية جانب ضروري للحد من ظاهرة العنف ضد الطفل كما أن المؤسسات التربوية دورا فعالا في إشاعة تقافة مناهضة العنف وترسيخها عند الناشئة ترجمة نانسي قنع